ولنقاش إعادة العمليات العسكرية الواسعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن ضد ميليشيا الحوثي تزامناً مع حديث الرئيس الأمريكي عن إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي إرهابية ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من فيينا المحلل السياسي توفيق حميدي أهلاً بكم سيدي أهلاً وسهلاً بك ومشاهدين قناتكم ست توفيق لا يزال رد تحالف دعم الشرعية في اليمن على هجوم الحوثي على مطار أبوظبي المتمثل في قصف مواقع مؤثرة تابعة لميليشيا الحوثي وفتح جبهتي مأرب وشبوة والتقدم بسرعة لازال يلقي بظلاله على هذه الميليشيا كيف يمكن قراءة نعكاسات هذه العمليات الأخيرة بعد استهداف مطار أبوظبي؟ في الحقيقة لا يمكن أن نقرأ الهجمات الجماعة الحوثي على مطار أبوظبي بدون منفصلة بدون قراءتها ضمن السياق كله هذا السياق متعلق سواء بالسياق الدولي أو متعلق بالسياق الوطني المحلي اليمني على المستوى الدولي تأتي هذه الهجمات بالتزامن مع انعقاد المفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن البرنامج النووي الأمريكي الإيراني عفواً وغالباً عندما يتم في أقوى هذه المفاوضات يتم الضغط بأطراف متعددة ويبدون الملف اليمني من الملفات المهمة الذي تناور به الولايات الإيران في هذه المفاوضات حتى الأمريكي رأينا أن في أكثر من إعلان عن القبض عن سفن إيرانية متجهة إلى إيران وكذلك القبض والاستيلة على السفينة الإماراتية كله أتى في التزامن مع المفاوضات الإيرانية الأمريكية بفيينة كأوراق بغط الأطراف رأينا الإيرانيين أو الأمريكان مباشرة عند الهجوم على أبوظابي حاولوا أن يفصلوا هذا المسار بإعلان بأن لا علاقة للإيرانيين بقصف أبوظابي لأن الحوثيين يتصرفون بأنفسهم هكذا قال التصريح الأمريكي وهو مما يؤكد أن الأمريكان مدركين لما تم أو للأهداف البعيدة على مستوى السياق الوطني هذه الهجمات جاءت لأمرين اثنين الأمر الأول ردا على عودة أبوظابي إلى المعركة في اليمن خاصة وأنها أعلنت أنها قد خرجت وتركت اليمن في عام 2019 وبالتالي عادت من خلال قوات العمالقة التي انسحبت من الساحل الغربي في اتقاه شبوة إلى غير ذلك وبالتالي قات بصراحة وبكل وضوح لكي تقول الرد أن على أبوظابي أن تقف من التدخل في الشان اليمن وكان قال محمد البخيتي في أحد التصريحات أن هناك اتفاق مسبق لكم القنوب ولنا الشمال إلى غير ذلك لكن الأهم أنها جاءت لتصنع نصرا معنويا لأفراد جماعة الحوثي العسكريين خاصة بعد الانتكاسات المتتالية تحرير خروجهم من محافظة شبوة المعارك أو دفة المعارك في جنوب محافظة مأرب حريب على وقها الخصوص ليست في صالحهم وأن بات تحدث عن خسائر كبيرة جدا تعرضت لها جماعة الحوثي على أرض المعركة وبالتالي أتت هذه الهاجمات لكي تخلق نصرا عسكريا ويعيد كثير من المعنوية رأينا هذا الأمر على صفحات التواصل الاجتماعي وفي خطاب قيادة جماعة الحوثي كنوع من الاستعراض العسكري والنصر الكبير الذي حققوه على أبوظابي هذا الاستعراض العسكري وربما اللافت أنه تم باستخدام طائرات مسيرة وصلت إلى مسافات بعيدة بتقنية إيرانية أثبتتها الكثير من التقارير كيف يمكن أن يصد تحالف العربي وما هي الاستراتيجية المتاحة للحد من مثل هذه الهجمات وذلك الهجمات التي يقوم بها ميليشيا الحوثي مدعوما من إيران أنا باعتقاد في النهاية الضربات سواء كانت صاروخية أو بالطيران المسير ليس قديدا وقماعة الحوثي ليست أول مرة تقصف أبوظابي ربما بدأت هذه العمليات منذ عام 2018 وكان هناك بعد ذلك أبوظابي سربت صوار ثم جماعة الحوثي سربت فيديوهات ما قالت أنه لعمليات عسكرية وكان هناك العملية الكبرى المتعلقة بقصف أرامكو السعودية باعتقاد استراتيجية جماعة الحوثي معروفة أصبحت مكشوفة تماما يبقى السؤال اليوم عالية التعامل باعتقاد السعودية أصبح لديها خط دفاع واضح لإسقاط الطيران والصواريخ كذلك أبوظابي ستدخل في هذا الخط ورأينا أمس تصريح لأحد القهات الإسرائيلية المتخصصة بالدفاع القوي بأن أبوظابي طلبت منهم العاون من أجل بناء شبكة حماية في هذا الخصوص على هذا المستوى أنا باعتقاد العملية أصبحت واضحة بهذا الخصوص وهي لن تكون متكررة باستمرار نتيجة لبعد على الأقل أبوظابي عن الأراضي اليمنية وسهولة رصد الطيران المسيرة والصواريخ القادمة وبالتالي ربما القصف قام على حين غفلة من هذا الأمر وبالتالي التعامل سيكون في الإطار العسكري رأينا الهجمات الكبيرة على صنعاء وعلى الحديدة للأسف بعض أستاذة فتحية سكنية في هذا الخصوص على صعيد السياسي أستاذ التوفيق إلى أي مدى ستتأثر ميليشيا الحوثي بتصنيفات جديدة أو جديدة قديمة لهذه الميليشيا كمنظمة إرهابية سواء في الولايات المتحدة أو بريطانيا هذا في النهاية يخضع لديناميكية السياسة الخارجية لأبوظابي وربما دخلت معها إسرائيل على الخط وهذا ربما يعطي سياستها الخارجية نوع من القوة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ورأينا أمس في الرئيس بايدن في المؤتمر الصحفي يقول بأن إعادة جماعة الحوثي لقائمة الإرهاب تحت الدراسة لكن أيضا الأمريكان لديهم حسابات أخرى متعلقة بمفاوضات فيينا استخدامها كأوراق ضغط المتعلقة بإيران أيضا الأمريكان كان لديهم موقف حاد ربما من جماعة الحوثي مسبقا تصريح كينغ وأيضا تمادي جماعة الحوثي باقتحام السفارة إلى غير ذلك العملية في هذا الإطار بلا شك أنا باعتقاد كثير من الدول الأوروبية ربما تدرك جماعة الحوثي ربما بريطانيا أقرب من الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الخصوص لكن الولايات المتحدة الأمريكية تحت الدراسة وأيضا سيتعلق بمدى الحراكة الأمريكية الداخلة خاصة هناك اليوم ضغوط من قبل حزب الجمهوري وانتقادة للسياسة بايدر التي رفعت جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب وبالتالي الأمر فيه إمكانية لكن على المدى القريب هل اليوم أو غدا هذا يعتمد على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الملف في إعلاقتها أو في انفاوضتها مع إيران وأيضا بديناميكية ضغوط دولة الإمارات وحلفاءها على البيت الأمريكية شكرا جزيلا لك المحلل السياسي توفيق حميدي هدفتنا عبر خدمة سكايب من فيينا شكرا جزيلا لك